الكابتنة طبعا الكابتن العشرف ممضوح ويا رب ان شاء الله النهاردة يكون انطلاقة جيدة ويوم موفق الحقيقة لفريق النادي الآلي يعني انطمم بقى كل جمهور النادي الآلي من خلال شاشة قناة النادي الآلي على الاستعدادات الاخيرة والحالة المعنوية وكل الامور الترتبية قبل التوجه ان شاء الله بمشيئة الله الاستاد ابن بطوطة اللي يستقبل مباراة اليوم ان شاء الله تساع مساء بتوقيت القاهرة يعني نقدر نقول ليوم اعتهادي بالنسبة طبعا لما قبل المباراة ب24 ساعة واجبة فطار كالعادة كانت عشرة صباحا امور اعتهادية تنتهي بمحاضرة فنية اخيرة هنا في فندو الاقامة بعد ساعة من الان للتأكيد طبعا بقى على كل الامور الخاصة بيالتاكتك والتشكيل والتحفيز الخاص الحقيقة من الميستر كولر المدير الفني الفريق النادي الآلي وفي الانتظار ايضا كالعادة الحقيقة لكابتن محمود الخطيب اللي بالتأكيد هيكون ليه كلمات مع العيب النادي الاهلي قبل لتوجه من فندو الاقامة بكلها مردود كبير وتأثير كبير جدا كالعادة طبعا مع كل نجوم النادي الاهلي اللي رغبته بالحقيقة كبيرة جدا وعندهم هدف ان شاء الله بمشيئة اللان احنا نوصل لنقطة كبيرة وبعيدة جدا في بطولة صعبة ومهمة جدا حلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي هيتوجه بعت التفريق النادي الاهلي هنا من فندو الاقامة في تمام الساعة السادسة بتوقيت المغرب يعني ملعب ابن بطوطة بيبعد عن الفندق بخمستاشر دقيقة مع التأمين طبعا المكثف جدا الحية من اول يوم متواجدين هنا في المغرب فبالتأكيد هنوصل كالعادة قبل المباراة بساعة ونصف طبقا للبروتوكولة الخاص طبعا بيها الفيفا جمهور المغرب وجمهور النادي الاهلي يعني بنعمل ان شاء الله بإذن الله يكونوا مسندين بشكل كبير جدا للعيب النادي الاهلي في الانطلاقة وفي المباراة الافتتاحية ترتيبات الانتهت التحضيرات الانتهت التركيز مطلوب جدا ينقصنا التوفيق بمشيئة الاربنا سبحانه وتعالى ونقدر ان شاء الله بالقلب والروح والشخصية وروح الفنينة الحمراء المعتادة عن نجومنا أبطال أفريقيا للنادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله يكون فرحة كبيرة النهاردة عقب انتهاء مباراة اليوم الاهلي واوكلاند سيتي ان شاء الله كريم عايزك تقول لنا كمان تكلمنا عن الروح النهاردة هل في توتر هل الدنيا يعني حكينا كده عن الروح ما بين اللعيب وما بين كل بعتة النادي الاهلي يعني اللي بأكد على الوعي الكبير الحقيقة لكل لعبتنا اللعبة بتتعامل بهدوء جدا شاركت أكثر من مرة الحقيقة يعني النادي الاهلي بيشارك المرة التامنة والتالتة على التوالي ممكن حققنا البرونزية فيمكن الخبرات الكبيرة المتواجدة مع العيب النادي الاهلي بديانة ثقة بشئة الله ان شاء الله بإذن الله ما فيش توتر فيه دوء فيه حرص كبير جدا فيه ثقة لكن فيه حرص بالتأكيد وفيه احترام كبير جدا للمنافس معما كانت طبعا الأرقام ومعما كانت انه مباراته بيلعب مباراة أولى وبيشارك مرة واحدة وبيطلع من أدوار التمهيدية لكن بأكد لك العيب النادي الاهلي عنده هدف كبير جدا بانت في التدريبات بانت في التحضيرات فمشيئة الله ان شاء الله ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله في مبارة اليوم كريم أحمد من المغرب أشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله كل توفيقه بالليل كده نعرف أخبار حلوة مننا يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا وان شاء الله